قاعد الجزائريين على بالهم بالرؤساء الجزائر وذوع ماءها والعلماء وقاعدوا كالشخصيات الكبار متفونين في مقبرة العالية بصح شكون هي العالية؟ سلام اليوم ديتنا احكي لكم على الفام اللا بلو غيش في الجزائر ايس يختو اللا بلو جينيروز هاد المرة ووهبة ارض كبيرة باش يدفنوا فيها المسلمين وولات لسيمتير اوفيسيال تعد دولة الجزائرية مقبرة العالية مولاتها مرة صالحة بصح مال وغزمون قليل بزاف اللي يعرفها اليوم في سانبوغسون الجغيان دينا نحكو عليها وان شاء الله نولو نعرفوها اسمها العالية حمزة من ولاد نايل منطقة سور الغزلان بالبويرة في الشرق الجزائري مت بابها وخلى ورد كبير تقسمتو مع اخوها واختها وبدت تخدم في التجارة وربحة المليارات خير ودراها مكبر اراضي كبيرة في العاصمة البويرة الجلفة وغيرهم وحتى لبستها كانت مدهب وتلمو كان عندها بزاف دراهم كانت حتى في راسها تلبس دي بيجو اي دي زاكسيسواغو النوخ العالية كانت معروفة بين اهلها وناسها باللي مرحنينها بزاف وكريمة وقلبها كبير واخلاقها عالية بتروتها كانت تنفق على الفقارة والمحتاجين واليتامة ويقولوا كانت تحتلفها مونسانت والمرضى تعطيهم من خيرها وتحللهم يقولوا لها واش راهم يتشحاوا العالية كيما نقولوا دراهم هامشي لها الدرجة وصلت انها تعطي في سبيل الله ارض كبيرة بقيمة 800 الف متر مكعب بيش يدفنوا فيها المسلمين وقت الاستعمار الفرنسي العالية ما كانش عارفة بلي هذيك الارض رح تولي اشهر مقبرة في الجزائر ويندفن فيها رؤاساء وزعماء واسماء طقيلة كيما الامير عبدالقادر لي اسس الدولة الجزائرية هواري بومدين احمد بن بلا شادلي بن جديد فاطيما سومر عبدالعزيز بوتفليقال فنانة ورداء وغيرهم وحتى من الفقارة وعمة الناس العالية كانت متزوجة باستاذ لغة عربية اسموه كرميش محمد مالغوزمون انها با بيو افرد انفون دونك كل مالها وحياتها كانت للناس تعاونهم وتحن عليهم هذي المرة الصالحة توفات عام الف وتسعمية وثنين وثلاثين وحتى واحد ما يعرف سر وفاتها وحتى تروتها اديس باغي وواحد ما يعرف وين مشت ما كان اللي يقولوا باللي راجلها وعايلتو هما اللي قتلوها واستولوا على كامل رزقها بس احتى هذين دون ما كانش منها خطر يقولوا باللي بعد ما توفات عرفوا باللي كانت تبني في مدارس قرآنية بالسر والله اعلم اليوم في الجزائر كامل نعرفوا مقبرة العالية وان شاء الله من خلال هذي البودكاست تكونوا عرفتوا حكايتها وقصة صاحبتها العالية حمزة اللي مع الاسف في تاريخ خمسها قولوا لي انتم ما اذا كنتوا تعرفوا حكاية العالية حمزة واش رايكم في الروايات اللي تحكي على سر وفاتها ورزقها داك كامل وين مشا على كل النا ربي يرحم سيدة الصالحة ويجعلها في ميزان حسناتها وربي كتر ناس الخير كانت معكم ايمان في سنبورسة الجريان نتلقى والحلقة الجاية سلام